امتدح السوداني منجزات حكومته خلال الأشهر الستة الماضية مشيرا إلى بطلان الأحكام السابقة بفشلها بعد أن نفذت 31% من برنامجها المتفق عليه بين القوى السياسية المنجز الذي تحقق بعد ستة أشهر أثبتنا بطلان هذه الأحكام خلال جلسة في منتدى العراق الذي حمل عنوان الاستقرار والازدهار المنعقد في بغداد يصرح السوداني بثقة عالية آمنا مطمئنا من عدم وجود من سيطالبه بجرد حساب لتلك المنجزات ثلق والسياسية التي توافقت على ثمانين فقرة ضمن برنامجه هي نفسها التي تلعب دور المؤيد والمعارض في آن واحد لحكومته وفقا لتصريح زعيم حزب الدعوة نور المالكي الراب الإطار التنسيقي السوداني الذي يحاول أن يميز نفسه عن من سبقوه وإن كان نسخة منهم وفقا لمجلة ذهيل الأمريكية يقول إن منهاجه الحكومي ليس إنشائيا بل توجه نحو معالجة الفقر والبطالة والفساد بالبطالة والفقر والخدمات والمكافحة الفساد بالإصلاح الاقتصادي يكون أكو شيء ملموس وإجراءات عملية حتى يبدأ يشعر الشعب أنه فعلا أكو حكومة جادة لتنفذ ما وعدت به معالجات يشيد بها السوداني تظهر بيانات لمراكز بحوث دولية زيفها حيث حل العراق مطلع العام الحالي في المرتبة الثامنة عربيا كأكثر الدول فقرا رغم ثرواته بحسب مجلة جلوبال فاينانس كما تصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث نسب البطالة وفقا لصندوق النقد العربي أما الفساد فقد بات ظاهرة متأصلة يغذيها تخادم الأحزاب بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني تخادم دفع السوداني لإبطال أي إجراء ضد المتهمين بالفساد والرشوة ونهب المال العام حتى مع وجود اعترافات لهم داعيا لضمان حقوق المتهمين الفاسدين وتوكيل محامين لهم مجرد اعتراف هذا يقول عنه انطيت رشوة ذاك يقول عنه استلمت شاء لهم مثيناتهم حكموا عليهم بالسجل فساد الإداري لا تحقيق إدارة من الجهة المعنية إثبات المقصرية تحديد الأممال والهدر الشكوى التقاضي الحقوق اللي يفترض نوفرها للبتهم المشمول بالتحقيق أكو محامي أكو ضوانات حرص السوداني على حقوق الفاسدين ظهر جليا خلال إطلاق سراح نور زهير سارق أموال أمانات الضرائب العامة ورفع الحجز عن أملاكه فيما يرزح مئات آلاف المعتقلين بوشايات كيدية خلف الزنازين منذ سنوات في ترسيخ لظاهرة ازدواجية المعايير وانتقائية القرارات ترجمة نانسي قنقر